هذا وابدى عدد من المواطنين والمقيمين أعجابهم بروعة تصميم هذا المشروع مؤكدين على عظيم الفائدة التي تحققت من وراء إنجازة والتي تركزت بشكل ملحوظ حول التخفيف الواضح من الأزحامات والأرباكات المرورية والتقليل أيضا من حوادث السيرة التي كان يشهدها الشارع في السابق والله الشارع صار أوسع وأفضل من ناحية الحركة وصار سيبية في الشارع وصار حجم الشارع أن يستوعب سيارات أكثر وأفضل وهي قلل الازدحامات والحوادث وأنه ويد صار أفضل يعني وأشكر رزارة الأشغال وشؤون بلدية التخطيط العمراني على مشاريعها التي تخفف على المواطنين الازدحامات أنا سعيد جدا لإقامة هذا المشروع لقد خفف من الازدحامات المرورية التي كنا نعاني منها أثناء عبورنا من هذا الطريق الحيوي وقلل من نسبة الحوادث عليه لقد أصبحت الحركة انسيابية على هذا الشارع مخرج صار كنا نعاني يعني نعاني من الخروج حتى إذا طلعنا من الخروج بنا نقدر يعني الزحمة اللي كانت كانت بلوكينج دي رود يعني الحمد لله بعد هذا المخرج صار لنا مخرج يعني الزحمة انخفضت ما في أي مشاكل توزيع الترافيك اللي صار حين إن صار أن الموكل هم يستخدموا نفس الشارع نحن توزعوا اللي جاي من السيف توزعوا إذا حيب يروح مدينة عيسى توزعوا يروحون بسرعة ما يستخدموا نفس الطريق اللي ذاهبين من السيف إلى الرفاع إنهم مسلك في مسلك يعني سريع والله الزحمة اللي كنا ننزل على مدينة عيسى هذه راحت أنا شغلي بين صار وبين مدينة عيسى أنا حسابتها بعد أنا شغلي يعني من هنا إلى مدينة عيسى يأخذني بالضبط أربع دقائق بس من الشارع الجديد طويلة كانت لما عن جد تعجو ممكن تأخذنا تقريبا 20-30 دقيقة لنوصل للجسرة لأنه كمان بتتعلق على الهايوي وإنت داخل على طريق الكوزوي فهلأ تقريبا لأ يعني أنت عم تحكي عن عشر دقائق كوبري الجريد بالذات واجه سهل الحركة المرورية أنا بكوني موظف ويوميا أمر علي طبعا عندنا خاصة في فترة دروة اللي وساعة ثنتين الظهر اللي الناس كلها تطلع من الأشغال وتروح إلى بيوتها يعني فكانت للأمانة كان السير يوصل إلى وراء السيف قبل لا يفتحونها الكوبري طبعا بس الحين ما شاء الله بفتح الكوبري صارت الحركة المرورية واجهة سهلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر